تلامذة الأعزاء، مرحبا بكم. يتجدد لقاؤنا اليوم في إطار استعدادنا للمتحان الجهوي. إذن ننتقل اليوم إلى مكون علوم اللغة، ونبدأه بمراجعة خاصة للأساليب الإنشائية، أي الأمر والنهي والاستفاة. طبعا وأكيد التمنى. إذن بالنسبة للأساليب الإنشائية في الغالب في مكون اللغة، يأتي السؤال بإنتاج جمل. دائما لا بد أن نتعلم أو نتدرب على تقنيات إنتاج جمل، ونحاول قدر الإمكان أن نبتعد على الآيات القرآنية أو أبيات شعرية أو أحاديث نبوية. لأن هناك بعض من المصححين يعتبرون أنها ليست من إنتاجك أو من إنشائك الخاص. إذن نبدأ على بركة الله بالدلالات الاستلزامية للأمر. طبعا نحن نعلم أن الأمر ليكون أمرا حقيقيا لا بد له من شرط أساس وهو الاستعلاء. بمعنى أن يكون الآمر أكبر من المأمور وأيضا الإلزام. لكن يختل هذا الشرط ونصبح أمام أمر غير حقيقي أو مجازي أو استلزامي. والدلالات كثيرة سأحاول أن أشرح كل دلالة على حدة. نبدأ أول دلالة وهي الدعاء. إذن ليكون الأمر يفيد الدعاء لا بد أن نذكر كلمة الله عز وجل أو لفظ الجلالة. يا رب اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا. لهم طهر عقيدة أنا وتبتنا على الطريق المستقيم. إذن أي خطاب موجه لله عز وجل فهو يفيد الدعاء. المعنى الثاني هو الرجاء. لتكون الجملة تفيد الرجاء أولا لابد أن يكون الخطاب موجه من الأدنى إلى الأعلى. بمعنى أنت تتحدث مع الأم مع الأب مع الأستاذ مع المدير مع مجموعة من الأشخاص الذين يكبرونك سنا وسلطة أو معرفتك. كأن أقول متى أستاذتي أعيدي شرح الدرس من فضلك أبي أعطني نقودا لأشري كتاب أمي حضري لوجبة الغداء وهكذا. إذن الرجاء موجه من الأدنى إلى الأعلى والأعلى إنسان قد يكون أستاذك الأم الأخ الأكبر إلى غير ذلك. نمر إلى المعنى الموالي وهو الالتماز. دائما لتنتج جملة تتضمن دلالة الالتماز لابد من أن تبدأها بقال الصديق لصديقه أو قال الزميل لزميله. لماذا؟ لأن هذا يسمى المقام ليعرف المصحح أن المقام سيؤدي إلى الالتماز. لأنني ممكن أن أقول أعطني كتاب الرياضية ويكون رجاء أو أمر حقيقي مثلا أو غيرها. فعندما أقول قال الصديق لصديقي مباشرة تفيد الالتماز. ما هو الالتماز؟ يكون الآمر والمأمور في المرتبة نفسها. نمر إلى المعنى الموالي هو التمني. إذن ليكون الأمر يفيد التمني لابد أن يكون خطابي موجه لغير العاقل. كالطفولة، الشمس، البحر، القمر إلى غير ذلك. فأقول عودي يا أيام الطفولة، غربي يا شمس، تكلم أيها البحر. من الأخطاء التي نلاحظها دائما ونحن نصحي الامتحانات الجهوية أن التلميذ يسمع دعاء أو رجاء أو التماز أو تمني أو غيرها. وينسى أن المطلوب منه هو الأمر يفيد. إذن لا بد من سيغة الأمر أو أحد سيغ الأمر الأربع فعل آمر أو مصدر نائب عن فعل آمر أو اسم فعل آمر أو فعل مضارع مقرون بلام الآمر. ثم المعنى الذي سيفيد. مثلا في التمني نجد مجموعة من التلاميذ يكتب ليتا. لا، أكيد خطأ لأنني لم أطلب منك تمنيا بل طلبت أمرا يفيد التمني. وأكيد الأمر مختلف تماما. نمر إلى المعنى الآخر وهو النصح والإرشاد. النصيحة لا بد أنا كأمو صحيح. وحس أن جملتك تتضمن نصيحة مؤينة. دائما توجه إلى جمل تحط على الصلاة تطلب منك الابتعاد عن التدخين عن الرفقة السيئة وهكذا. يعني تذكر هذه الأشياء ستساعدك لا محال على إنتاج جمل سليمة وصحيحة. أقول مثلا حافظ على صلاتك فهي مفتاح جنتك. قد أقول عليك أن تحافظ على صلاتك فهي مفتاح للجنة. ابتعد عن التدخين فهو مضر للصحة. ابتعادا عن التدخين فهو مضر للصحة. لتبتعد عن التدخين. لاحظوا نوعت لكم في الصيغة لتعرفوا أن لكم كامل الحرية في اختيار الصيغة التي تشعون طبعا. المعنى الموالي هو التحدي والتعجيز. والعديد من التلاميذ للأسف يخطئ أو يلتبس عليه الأمر بين التمني والتحدي والتعجيز. أكيد الأمر يختلف. فالتمني خطابك موجه لغير العاقل. شمس قمر نجوم طفولة إلى غير ذلك. في حين أن التحدي والتعجيز أنت تتحدث مع العاقل مع إنسان. ولكن تأمره بأن يقوم بشيء يصعب عليه أو يعني يصعب أن ينفده. مثلا أقول لك آتيني بكتاب يشبه القرآن الكريم. أو آتيني بشخص كعدل عمر بن الخطى. أو آتيني بشخص كرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد هذا الأمر يصعب أن تعاجز عن الامتتال لهذا الأمر لأنه يصعب عليه كذلك. أحضر لي نجمة من السماء. فهذه الأشياء تدخل في إطار تحدي والتعجيز. الاستعطاف. الاستعطاف هو الذي وضع السنة الفارطة في جهة الضال البيضاء. عندما نقول الاستعطاف والاسترحم هو طلب العطف والرحمة. هو أيضا مثله مثل الرجاء موجه من الأدنى إلى الأعلى. والأعلى نقصد به هو الأستاذ الأب الأم الأخ الأكبر. بمعنى شخص أكبر منك سلطة أو معرفة أو سنة. لكنك لا تطلب منه شيئا ملموسا بل تطلب عطفه ورحمته. فأقول أمي سامحيني على خطأي. والسادة تغفري لي تأخري عن الحصة. أبي سامحني على عدم الامتتال لأوامرك. فهنا تطلب منه العطف والرحمة والمغفرة طبعا. المعنى الموالي هو التهديد. التهديد بسيط جدا. أخرج وإلا عاقبتك. انتبه وإلا أخبرت والدتك. استمع إلي وإلا تصلت بوالدك وأخبرته بأخطائك مثلا. فهذا يدخل في إطار التهديد. المعنى الموالي هو التخير. التخير دائما لا بد من أن نجد أو. بمعنى أخيرك بين أمرين. فأقول لك قل خيرا أو اصمت. جامل الناس أو اعتزلهم. تكلم أو اصمت. إذن أو تفيد التخير بمعنى أخيرك بين أمرين. المعنى الموالي هو التسوية. عندما نقول تسوية فهي مثل التخير. ولكن ينضاف إليها شيء آخر. ما هو؟ هو أنني أساوي بين هذين الأمرين. فأقول لك أخرج أو ابقى تخير. ولكن عندما أقول لك أخرج أو ابقى فالأمر عندي سواء. بمعنى أن لا يهمني خروجك أو بقاءك في الفصل مثلا. الله عز وجل يقول في القرآن السر القول يجهر بي إنه علم بذات الصدور. بمعنى هنا الله عز وجل يساوي بين السر والجهر. هنا قلت جملة ليست آية قرآنية بل تم تغييرها. أسر القول أو يجهر به. فالله يعلم ما في صدوركم. بإمكان أن تحفظ هذه الجملة وتوظفها طبعا في إطار معنى التسوية. نمر الآن أعزاء التلاميذ إلى سياغي الأمر. قد يطلب منكم أن تحددوا سياغ الأمر. نحن نعلم أن سياغ الأمر أربعات وهي فعل أمر. مصدر نائب عن فعل الأمر. الفعل مضارع المقرون بلام الأمر. وإسم فعل أمر. كيف يأتي السؤال؟ إما يطلب منك تحديد سياغة أو يطلب منك أن تحول فعلا معينا مثلا كتابة إلى هذه السياغ الأربعة. فأقول أكتب كتابة لتكتب عليك أن تكتب. بالنسبة للبعض لا يستوعب بعض اسم فعل الأمر. الأمور الأخرى بسيطة جدا. اسم فعل الأمر هي عبارة عن أسماء الأفعال خاصة بالأمر. وهي كثيرة جدا وقد شرحتها في فيديوهات سابقة. سأحاول في هذا الفيديو فقط أن أقتصر فقط على عليك حية وصى. عليك بمعنى يجب أن تقوم بذلك شيء حية حية على الصلاة. بمعنى أقبل على الصلاة وصى بمعنى أصمت. نوظف طبعا نختار اسم فعل الأمر حسب الدلالة التي نرغب فيها. نمر الآن إلى النهي. نحن نعلم أن النهي له سيغة واحدة وهي لا نهي زائد الفعل مضارع المجزوم. وما قلته قبل قليل عن الأمر ينطبق أيضا على النهي. أيضا بالنسبة للدلالات الاستلزامية بمعنى النهي غير الحقيقي أو النهي المجازي أو النهي الاستلزام. إذن ليكون نهيا غير حقيقي لابد أن يختل الشرط. ما هو الشرط؟ شرط الاستعلاء والإلزام. وقد شرحته في دلالة الأمر. إذن نفس ما قلناه قبل قليل عني أنهي عني الأمر. عفوا أنتوا لاحظون أنني في البداية جمعت الدلالات المتشابهة. بمعنى هناك دلالات يتشابه فيها الأمر والنهي. لدينا الدعاء. اللهم لا تحرم أمي الجنة. الرجاء السادة لا تغيري مكان جلوسي من فضلك. أمي لا تفتشي في أغراضي. أبي لا تدخل غرفتي رجاءا. فهنا نفس ما قمت بشرحه سابقا. فقط ما الذي يتغير السيغة. لأنها يزايد فعل مضارع المجزوم. الالتماس قال الصديق لصديقي. لا تخرج من دوني. لا تسافر حتى أسافر معك. إذن هنا معنى الالتماس. التمني لا تغربي يا شمسه. لا تعودي يا أيام الطفولة. لا تحتجب عننا أيها القمر. إذن هنا موجه لغير العاقل. النصح والإرشاد. لا تدخل فالتدخين مضر بالصحة. الاستعطاف. أبي لا تعاقب دي. التهديد لا تكتب وصفة ترى. إذن هذه المعاني مشتركة بين الأمر والنه. تتغير فقط صيغة بين الأمر وصيغة النهي طبعا. نمر إلى المعاني الخاصة بالنه. نبدأها أولا بمعنى التحقير والاستهزاء. إذن جملتي هنا لا بد أن تتضمن معنى أنني أحقر ذلك المخاطب. وأنقص من قيمته. أقول لك مثلا. لا تجلس بجانبي. فلس من مقامي. لا تشتري غرفة لا تشتري عفوا منزلا في إقامتي. فأنت لس من مستوي مثلا. في نوع من التحقير والاستهزاء. لا توجه لي الكلام. فأنا لن أستمع لكلامك. فأنت لس أهلا للإستماع. إذن هنا تحقير والاستهزاء. التوبيخ. العديد من التلاميذ يختلطوا عليه الأمر. ماذا يعني بالتوبيخ؟ دائما التوبيخ أن تجد شخصا يقوم بشيء فأنت توبخه على ذلك الفعل. ودائما في إطار التوبيخ لك لا يلتبس عليكم الأمر. دائما التوبيخ يكون الشخص الذي يتحدث. دائما الشخص الذي توبخه دائما ما يدعي القيم والمبادئ والأخلاق ويفعل عكسها. فأنت بالفعل توبخه فأقول لك مثلا لا تنهى عن فعل وتقوم به. لا تأمرني بالصلاة وأنت لا تصلي. لا تأمرني بالصدق وأنت تغش في الامتحان. فهنا التوبيخ. ومعنى الآخر وهو التيئيس. ماذا يعني بالتيئيس؟ فقدان الأمل. اليأس. فأنا عندما أنهى أوضف صيغة النهي طبعا يكون المعنى هو أنني أجعلك تحس بفقدان الأمل. لا تعتذر فلن أسامحك. لا تدرس فلن تنجح. بمعنى عندما أقول لك لا تدرس فلن تنجح فهنا أجعلك تحس بالإحباط واليأس. لا تحاول فلن تصلي. هنا نوع من التيئيس. أكيد التيئيس ليس هو التحقير. التحقير يكون استهزاء وتنقيصا من قيمة المخاطب. أما هنا أجعلك تحس بفقدان الأمل. لا تعتذر فلن أسامحك. فهنا تيئيس. وبهذا تلامدة الأعزاء أكون قد أنهيت شرح درس الأمر والنهي. ترقبوا الفيديو القادم بخصوص درس الاستفهام وذلالاته الاستلزامية. وكيف نميز بين استفهام التصديقي والتصور. أرجو لكم التوفيق جميعا.